ازايكم يا مواليد برج الجوزاء يا رب تكون بخير توقعت برج الجوزاء اليوم السبت 13 اغسطس عام 2022 النهار ده ممكن يكون يوم بليات بالتحديات لكل مواليد الجوزاء ممكن يكون فيه كتير من القلق بشكل حاجة تعتبر سيئة عندك هتواجه بيها يومك وهتواجه بشكل صحيح من ناحية كتير من الحاجات المالية هتضرر من خلالها انك تستعيد ببعض المعارف اللي بيعتبر قريبين منك هيكون فيه كتير من الصعوبات في مكان شغلك عشان كده منصحك انك ما تفقدش رابطة جاشعك في اليوم ده ولا تستهلك السجير والمشروبات الكوحولية كتير لازم تتكلم شيئا عن حياتك العاطفية هتضرر في اليوم ده انك تواجه فيه متأمل من شريك حياتك للأسف ممكن يكون فيه خلاف ما بينكم بسببه هيتوقف كل منكم عن انه يتكلموا مع بعض يجب على المتزوجين انه بيتواخل حضر اكتر وكده يكون من الصعب اذا كتتجاوز الكاليبات الصعبة اللي بتسبعها الدهار ده بيت زوجك او زوجك بالنسبة الحركة الكوكب اليوم بيقضي الأمر يوم وفي برج الحود الوقت النهار ده يبقى مناسب علشان تسترخي شوية في الفترة دي أمر الحود دايما عطوف وروح بشكل واضح بيفضل انه نهدئ نفسنا ونتواصل مع حدثنا بشكل واضح اكتر مع كل ده ممكن يكون فيه شوية من الانفصلات اللي هتحصل خاصة بين عواطفنا وفكرنا مع معارضة الأمر العطارد بعد ظهر اليوم ده الخلافات حتى لو كحصلت هتبقى طفيفة جدا وهتقون حول الحساسية تجاه المشاعر ودي الأكتر احتمال بالنسبة لنا هتساعدنا عمليتنا السلسية للأمر وورانوس النهار ده عشان نتقدم أكتر مع التدفق اللي بيحصل عندنا هنتجه نحو معارضة كبيرة بين الشمس وزحل هتكون المعارضة دي جاهزة وفيه شعور بالضيق والانسداد عندنا ممكن هيظهر بقوة كبيرة في حين ان الطاقة دي تعتبر متوترة ما تضغيش على الأمر فمن المؤكد انك تلاقيك بزلاله النهار ده على اورانوس اللي بكي يعتبر عليك خليك مستعد جدا للتهديئة والتواصل اللي هايبقى حلو جدا في قمر الحوت لليوم ده